إلا الله وحده لا شركة لا أهلا الملك الحمد لله استغفر الله استغفر الله صلى على النبي كلنا نعرف أن قطع الرزق في الدنيا ما هو بزي أنك تقطع الرزق على واحد ولا تقطع الشي على واحد لكن فما بالك أنك تقطع على واحد مثلا عبادته يعيال إحنا إذا جينا المسجد مفروض نسوالفنا ومزوحنا اللي قبل البث أنا لأجينا المسجد نلتزم هالوقت العبادة بعضنا أريد أن أقرأ القرآن ويأتي كلمة أريد أن أدعي وكلنا أريد أن نستغفر لا أذكروا عماركم لا أسجيت أن أذكروني ولا أسجي فلان ذكرناه وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين ونذكركم كذلك بالوقف صلى الله العلي العظيم أن يتقبل منه ومنكم ونذكر المشاهدين بالمساهمة في هذا الوقف الوقت فوات والفرص فواته والله يكتب لنا وإياكم الأجر يارب آمين